مولانا يعني عشان نعرف أكتر ده إذا كان نبني الأمور على علم وأن نصل بتحقيق هذا العلم كسلوك في هذه الحياة وبين المربي وبين طالب التربية أو ما بين المريد الذي يريد أن يتربى مولانا الخلق بقى في الطريقة يعني عند السادة العارفين وعند علمائنا وعند مشيخنا معنى إيه؟ لأن إحنا قلنا إما فيه خلق حسن وإما فيه خلق سيء طب في الطريقة بالخلق شاكله إيه؟ نعم هو الخلق في الطريق كما قلنا هو علم أيوة أن كيف تتحقق بهذا العلم؟ كيف؟ لأن هذا العلم فيه علم مكتسب وفيه علم لدني العلم اللدني هذا يأتي بالمعاملة اتقوا الله ويعلمكم الله من عمل بما علم أو رصه الله علم ما لم يعلم فلما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا تخلقوا بأخلاق الله يبقى كيف أتخلق بأخلاق الله؟ كيف أربي نفسي على التخلق بأخلاق الله تعالى؟ فده بيحتاج تربية وتدريب علماء الطريق وعلماء التربية كأنهم علماء للنفوس بيشرح النفس البشري فبيقولوا لنا إيه؟ إن أصل الخلق سواء كان حميد محمود أو مذموم ملكات معينة في النفس ودي ملكات ثلاثة منها تتفرح كل الملكات الأخرى وتتفرح منها كل الأخلاق محمودة كانت أو مذمومة الملكات دي عبارة عن إيه؟ الملكة الأولى بيسموها ملكة النطق اللي هي الإدراك ربنا جعل في كل بنا آدم ملكة يدرك بها الأشياء غريزة كده في الإنسان يحب يعرف ويدرك الأشياء الغريزة التانية أو الملكة التانية اللي هي ملكة الغضب دي ملكة عند كل إنسان ربنا أو دعها فيه ملكة الغضب دي أهميتها إيه؟ إن الإنسان ملكة في النفس راسخة دفعاً للمدار أي شيء يدرك تدفع بيه هذا الضرر مم وطبع الأضرار دي لها إيه؟ يعني مظاهر شرعية ومظاهر عقلية إلى أخير الملكة الثالثة اللي هي الشهوة دي ملكة ربنا أو دعها في الإنسان لجلب المنافع جلب الملائم لك زي غريزة أنك عاوش تأكل وإلا مش هتعيش دي غريزة جوه الإنسان لجلب المنافع يبقى غريزة الإدراك أو ملكة الإدراك ملكة الغضب الغضب لدفع المنافر أو المدار وملكة الشهوة الشهوة لها للجلب دي الأساس الملكات الثلاثة دي بيصدر عنها كل شيء يأما تعتدل يبقى العدل أساس فيه حروق الأساسي يأما تنحرف إفراطاً أو تنحرف تفريطاً يعني يتنحرف إلى أقصى اليمين إلى أقصى اليسار نيجي مثلاً لملكة الإدراك اللي بيترك بها ملكة يمكن للعبد بها أو للإنسان للإنسان بها أن يميز بين الخير والشر ملكة إدراك يدرك بها لإيه طبيعة الخير والشر الحق والباطل يعرفه هم بقولوا إيه في التعريف هيئة الراسخة في النفس تصدر بها الأفعال النفسانية بتاعت الإنسان بيسر وسهولة دون حاجة إلى تفكير وبلا روية يعني إيه الملكة معناها إيه أن طبيعة كده بتخلي الإنسان يعني يدرك أو أفعاله تبقى صدرة بيسر وبسهولة بدون تفكير وبدون روية بنسمية تلقائية تلقائية الله يفتعوني إيه الحاجة تلقائية وتلقائية تلاقي الإنسان الكريم طب طبيعته إيده تمتد للكرم بسهولة تلاقي قلبه فيه سماحة بسهولة هم تلاقيه واسع الأفق بسهولة الله الله وتلاقي الإنسان العكس بقى البخيل تلاقيه متقطب بالجبين عابس إيده إيه مهدان البخل مش حاجة حسية فقط مش إيده بتقصر عن فعل الخير وقلبه بيقصر عن فعل الخير يا الله ونفسه بتقصر عن فعل الخير وقفه قضيق عن فهم الخير وفهم الحق وهكذا قس على ذلك كافة الأخلاقيات الله فالإدراك هنا لما يجي مثلا حد الاعتداد بتاعه إيه ملكة بيسر وسهولة كده إيه يدرك بها التمييز بين الخير والشرف بيسر وسهولة بلا تفكير ولا روية أيوة نبع من القلب حتى يقولك دايما لما نفسه المعاني الحلوة المسل العليا الحب العدل الشجاعة الكرم مرتبطة من القلب يبعي معكش فلوس في جيبك وعلى طول الكرم يدفعك دون أن تفكر هل هي آخر جنيه أو آخر جنيهات في جيبك تلاقيك سبقت وتفكرش وانت مش واخد بالك دا مرتبط بالقلب الله فلكن إذا أفرط يقوم يبقى الإدراك ده بيسموه إيه بيبقى نوع من الجرأة والتطاول على الغيب بأدوات الشهادة إزاي يعني بيتطلع إلى معرفة الغيب بالأدوات العقلية البسيطة بتاعت علم الشهادة أو عالم الشهادة زي الفلاسفة يحاول إدراك الغيب والحق جل وعلا بس بأدوات الشهادة تطلع إلى الغيب بس بأدوات الشهادة زي مثلا يدخل في المتشابهات الفلاسفة عشان كده الإمام الغزالي كتب تهافط الفلاسفة يدخل في هذا الغيب بإيه؟ الغيبيات بس بإيه؟ بأدوات لا تتفق مع هذا العالم صحيح صحيح لأن ولذلك لما جيه الإمام الغزالي تكلم عن إنزال قلب هو المؤهل لإدراك الغيب صحيح صحيح أخذ بالسيادتك آه صحيح إحنا بنستدل على وجود الحق بالعقل بالأثار بالأثار ده حاجة تانية لكن ده بيتطاول ويتجرع على الغيب زي المتشابهات زي القدر بأدوات الشهادة فينحرف ويضل يضل ويضل آه زي بقى يقولك الفلاسفة لما يقوله قدم العالم حاجات يعني موضوعات موضوعات يعني ممكن يعني مش معقولة إن أنا أعمل عملية لبريض بأدوات هندسية ببني بيها بيت هي دي المشكلة يعني اختلفت الأدوات مع يعني في موقف لا يصح في استخدام هذه الأداء آه آه والتفريط آه اللي هي البلادة هي لا يستطيع أن يميز الملكة بتاعته لا تسمح لو بالتميز بين الخير والشر بليد وخدبال حضرتك تيجي للملكة الثانية وهي الشهوة اللي بتصدر عنها أو الغضب اللي بتصدر عنها هذه الأفعال الغضب حد اعتدال الشجاعة وهو الإقدام في المواطن التي يجب فيها الإقدام والإحجام في المواطن التي يجب فيها الإحجام فإن أفرط يبدأ التهور أيوة وإن فرط يبدأ الجبن التهور هو الإقدام في المواطن التي لا يجب فيها الإقدام ما يجبش يخدم في المواطن ده ولا يبقى تهور واحد يبقى قائد في جيش ويخدم في مواطن لا يجوز وإن أحجم في موقف يتطلب الإقدام أصبح جبنا جبنا وده الفضيلة ده اللي بيسموها طبعا الفضيلة دائما وسط بين رفيلة كين بالضبط كده الرزيلة التانية في عكس بقى إيه اللي هي إيه الجبن يبقى تهور أو جبن تيجي للشهوة حد تدالها العفة فلما يفرط يبقى الفجور لما يفرط الخمود غير قادر على استفاق الضرورات فدي الأساس بتاع الإيه الملكات الثلاث اللي منها تفرع كل الأخلاقيات لأن اللي بيضبط هذه الملكات العلم والجود والصبر يبقى عندنا ثلاث ملكات نعم يبقى سيدنا المشاهدين التصور يعني التخطيط نعم بالوراء أو العالم تلاث ملكات نعم ملكة الإدراك الإدراك ملكة الغضب نعم ملكة الشهوة الضابط بتاعهم من إيه بيأمل أنا الضابط بتاعهم الثلاثة اللي حتى قلتهم دلوقتي إيه الضابط بتاعهم عندنا أو الأركان الرئيسية اللي هو العلم أيوة الجود الصبر العلم ليه أيوة لأن بدون العلم كيف تعرفه أو تميز لأنه هو الأخلاق الأخلاق الحسنة قاله معناها إيه جماعة الدرويش الصوفية بقى ها بس الدرويش بالمعنى الصحيح بالمعنى اللي هو متضارك طبعا عند الناس بقوله هو إيه حسن الخلق هو إيه كف الأذى وبذل الندى وزاب بعضهم قال إيه وتحمل ها الأذى ها و رمي الدنيا بالقفى آآ يعني خلاه وراء وراء ضهرك متباش وقدم عني لكن بذل الندى وكف الأذى بذل الندى بذل الخير الله بذل المعروف وكف الأذى تكف الشر شرك عن الناس بتتلخص يعني محور الأخلاق الحسنة في هذا الأمر طب كيف تبذل الندى دون العلم بما هو الندى ما هو المعروف الذي يجب أن تبذله وكيف تكف الأذى دون أن تعلم ما هو الأذى الذي يجب أنك أنت تتوقف عنه يبقى بذل الندى وكف الأذى تحمل الأذى من الناس ده من ضمن هذه الأخلاق ليه لأن لما سيدنا لما نزل قوله تعالى وأمر بالعرف قذ العفوة وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وأعرض عن الجاهلين فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا جبريل ما هذا قال حتى أسأل ربي فرح سأل ربنا فلما سأل ربنا سبحانه وتعالى مقال له إيه أن تصل رحمك رحمك أن تعطي من حرمك وتصل من قطعك وتعطي من حرمك وتصل من قطعك وتعفو عن من ظلمك ده حسن الخلق فكيف تحسن الخلق دون معرفة ما هو الخلق الحسن وكيف تكف الأذى عن الناس دون معرفة ذلك الجود أيضا بدون الجود لا تسمح نفسك بالتحمل لا تسمح نفسك بالعطاء بدون الصبر أيضا لن تتحمل الأذى من الآخرين وهكذا